اهلا بكم فتاة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هنعمل نارضة كيكتر جلاش طريقة سهلة جدا ولونها التحفة ده زي ما انت شايفين ما ارمشها من بره وطريقة من جوه يلا بينا نعمل الشرباط الاول معايا كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية ونص عصير آآ لمونة مش بدوب السكر خالص قبل ما اشتغل فيه ولا اي حاجة هشيل بس البزر اللي هو قع ده واخدوه على النار بياخد ربع ساعة وسط كده الوقت هاخد كده رشة من المية عشان ما يسكرش معاي لو ما عنديش عسل جلوكوز ولا آآ يعني عسل الجلوكوز عشان ما يسكر بدي كده رشة مية بسيطة وخلاص آآ دول بوقي جلاش عندي في الفريزر انتي ما عندكيش لفة جلاش كاملة ده المقدار اللي هنمشي بيه او شريط لفة جلاش وطلعت متكسرة ومتبهدلة يبقى احسن حل لها ككتل جلاش لو اللفة سليمة بقطعها كده مربعات زي ما انت شايفة متكسرة دي بواقية باكت متبقية من صواني جلاش آآ باللحمة بالكبد والاوانس اي حاجة دي البواقية بتاعتها معايا زبدة اي ودهن الصينية كده واو سامنا بلدي باخد ورقة ورقة بقى من اللي احنا قطعناها مربعات دي وكرمشها كده زي الورق وهي ارسوهم جنب بعض بحيث ان هي تدينا الشكل الحلو المنكوش ده بعد ما تستوي هكمل بقى كل الصينية بنفس الطريقة وبعدين يلا نجهز الخليط اللي هنرشو عليها من فوق في الخلاط كل حاجة هنعملها اتنين بيضة كبار او واحد او تلاتة صغيار او تلاتة صغيرين آآ ربع كوباية سكر رش فانيليا. وعلبة زبادي ده زبادي بيتي فانتي لو زبادي جاهز هيبقى علبتين. وقشطة علبة قشطة لو ما فيش دوش لبن ما فيش يبقى مش مشكلة. ونص باكو بيكينج باودر او معلقة كبيرة بيكينج باودر. وينص كوباية زبدة او سمنة. واضرب بقى كل الخليط ده مع بعض كويس اوي في الخلاط وهنزل بيه على الجلاج. بسباتيولة كده وانزل كل في الخلاط لانه بيبقى القوام تقيل شوية فبيبقى في كتير جدا في الخلاط. ووزع كده الخليط على الجلاج كله بكون مسخنة للفورن مع درجة حرارة آآ مية وتمانين. او متين وآآ خلي بالك عشان لا بتاخدش وقت خالص. بدي رشة من السمنة كده على الوش عشان تدينا التحميرة الحلوة اللي شفتوها دي. طبعا شرباط بارد بكون عاملة قبلها بيوم او عندي في التلاجة. واسقي بيه كده الكيكة الجلاش وهي سخنة. بتحبيها غرقانة آآ شرباط قطعيها ويلوش عليها الشرباط. بسيبها تبرد وبعدين بقطعها. وبتطلع بالشكل التحفة ده ارمشها من بره وتراوة من جوه. ان شاء الله اتجربوها وتعجبكم واقولولي رأيكم في التعليقات وما تنشوش تعملوا واشتراك في القناة باي باي.